تسمع لو ما تسمع فريق إبراهيم فريق إبراهيم يعني أنا أنا نبحصوتي وأنا أحكي إياك نبحصوتي من قد ما أنا ديتك هذا اللي يحكيه الولد صدق له تشذب هستما تطلعون بالتلفزيون يا أخي من موقع أدنى خلي الفراش مالتك اللي يجيب لك شاي يتكرم علي يخابرني من موقع أدنى وودي لك رقم تلفون هاي الناس والتقي بيهم حس لنفترد جدلا عدهم حق لنفترد جدلا عدهم حق وانطينا يا معالي رئيس هيئة المحاربين انطينا موعد أنه أنت في يوم من الأيام أكو لقاءات أسبوعية لك ويا الناس الله يستر على عرضك الله يستر على عرضك المدولة وين يولون حس يقول عد كتاب من رئاسة الوزراء تواقع من العبادي راح العبادي المالكي راح المالكي يقول له لازم تغير التواقع لأنه جاءت حكومة جديدة شنو جاءت حكومة جديدة حس هاي الناس جاي تحكي عليكم بالتلفزيون ودوا عليها يسمحوها حس راح أفترض أنه أنت ما تدري أكو موظفين آخرين بالآخرين صوت يا ولد شباب زيان ما يصير هالشكل لازم تتعاملون بشفافية مع الناس زيان فريد من عندك تليفون التشايتي التشايتي بلا هسته ما تخابرني زيان التشايتي ما تتخلي خابرني ودي لك أرقام الناس وتقول لنا يا يوم تلتقون بالعالم عندي إبراهيم نجم من البصرة السلام عليكم أستاذ نجم معامل الشؤون المحاربين القدامة من 2015 الراجع بها قال قال لنا اتغير الحكم صار العبادي اتغير التواقع من 2017 رجعنا راجعنا بها والأوراق كلها ثبوتية موجودة الوالد مفصول من نظام السابق شؤون محاربين القدامة بزيونة وشكلت محامي حس راجع دارة زيونة قالوا ماكو أول يات ماكو كتب رسمية هاي من عدكم طالعة قالوا انطونيا السلام عليكم أستاذ نجم حياة كله إبراهيم شونك شونك حبيب أستاذ نجم انت القصة الوالدك مو لك مو نعم والدك موجود على قيد الحياة نعم والدك مفصول سياسي انت ليش ما رجعت المفصولين السياسيين وقدمت أوراقك وخذت قرار شعلي شؤون المحاربين شؤون المحاربين قدام 2012 أنت رحت اللجنة المفصولين السياسيين المفصولين السياسيين اي اي كل أربعة وخميسة وصير المجمع لين والدك ليش والدك ليش انفصل والدك ليش انفصل 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 الكتاب من الوزارة الدوام مالتي قالوا لها انت الدوام مالك اه على قصة بالوزارة الدفاع لازم على قصة ينفصل هذا الشخص نخوض حزب الدعوة يبن التلزاق الوطي أتكم هذا الكتاب اللي يأيد انه انفصل موجود موجود شو قلونا استاذ نجم اي قبل الله ينعدم وانفصل قبل الله يعدمونا فصله هذا الكتاب نجم ندار المراقمات اتشاركم الشخص نجم عبدالله غرقان ان هذا الشخص هو بحزب الدعوة قالوا للي ان الضباط واللي داوموا يهم الرائد قالوا للي نجم عبدالله قالوا له اوكي نجم ذاك الوقت لماذا يهو كان على اركان الجيش قالوا للي راح انفصل عندي الكتاب ما دفتر لفدمة عندي الكتاب ما الموت الشهداء يا سلا انتوا بابا انتوا قدمتوا لشهداء للمفصولين السياسيين لو قدمتوا شؤون المحاربين شؤون المحاربين الغدامة صار لهم راتب هم عندي عماس 2 وعمام 2 توزع الراتب ما العمي الله يرحمه بقع الوالد يراجع لني الـ 2017 المن راجعت المفصولين السياسيين راجعتنا شؤون المحاربين الغدامة ما زيونه اي شو يقول لك ابو ابو يقول يقول ما يخالف هاي المعاملة ماشية ومشية لعدة الـ 2014 المكان نور المالكي اي نور المالكي الحكم ماله اتغير ياهو اجل العبادي اي العبادي والله كمية تغيرة التواريخ ما يصير التواريخ والله لازم نغير هذه هو بالحاسبة ما زيونه اي يروح يراجع يقول والله شغلتك حجة مدنية حولها ياهو شون أنا رجال من الـ 4 عثماني المفصول شون حولها مدنية قالوا ابو قالوا هذا الكتب هذا دكتر الخدمة هاي الأوراق ماتيانة كلها ثبوتية قالوا اوكي تاو طعن براسة الوزراء تاو طعن براسة الوزراء بمن يطعن المرقم بمن يطعن بشنو قالوا والله شغلتك مدنية ما صور حكم ويا شون علبت قبل الله يعدمونا فصلك الكتاب اي 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 قبل الله يعدمونا فصلك يااب موجي هذا من يقول لك هذا من يقول لك قبل ما يعدمو فصله ما بالأربعة وثمانين بالخمسة وثمانين صار انتنفذ الاعدام زين ايجا القرار من رئاس الوزراء القرار شي يقول الغرار يقول ان الشخص 100% ان على جفة معسكري ومفصول وإلى حقوق 100% حتى رغم الغرار زين ابو تاول محامين ثمين محامين جبل شهر جبل شهر لو شهر نعدي محامين ثمين نهل بغداد ثمينة اللجنة وطبقوا الوزارة الدفاع طبقوا اللجنة ما زيونة ما شئون المحاربين القدامة اي اشتروها كلها يابا الكتب هاي من عثم رسمية قلوا للا هذا الكتب من رأس الوزراء يقول لا والله الكتب مو من عدني يابا لنموا كتب رسمية شئون انتو الكتب مين الكتب الكتب مين حصلتوها الكتب من زيونة شئون المحاربين القدامة هم انطوكم اياها الآن ينكرون ماكو هاي الكتب الآن ينكرون اي ما موجودة يقول ما موجودة اشتركوا في القناة